ضمن جهود رجال الامن في مكافحة الجريمة بشتى انواعها تمكن الرجال مباحث ادارة جرائم المال في الادارة العامة للمباحث الجنائية القبض على مقيم احترف تزوير الاوراق والمسندات الرسمية والجوازات الكويتية الى جانب بطاقات لغير محدد الجنسية اصقطت ادارة جرائم المال في الادارة العامة للمباحث الجنائية مقيم وبحوزته كمية كبيرة من جوازات السفر الكويتية ولدول اخرى وشهادات الميلاد وبطاقات غير محدد الجنسية هذه الغضية صال لها مدة عندنا نتابعينها الى ان تم ضبط احد الوثائق اللي معمولة عندكم جدامهم تم ضبط احد الوثائق تحرينا عنها اطلعت انها مجورة تم ضبط احد الاشخاص الى ان ادل ببعض المعلومات وقعدوا جماعة تقريباً عشر تايام يجمعون المعلومات والتحريات الى ان توصلوا الى عملية الضبطة ضبطنا امس دخلنا عليه تم العثور على اشياء غريبة وعجيبة الحقيقة حسب تحريات الضباط على المباحث تسموه مجمع وزارات كل اختام عنده للوزارات للهيئات للبنوك وفائق للصحة كلها هذه قاعد تتزور وتتسويقهم وقاعد يودونهم او يبيعهم الى بعض الاشخاص لاستخدامهم الشخصي فيه يعطيك طروض يعطيك حسابات يعطيك فيز يعطيك جوازات يعطيك شهرات ميلاد المقيم الذي احترف تزوير الاوراق والمستندات كانت له عيون المباحث بالمرصاد فتم تكثيف التحريات حتى تم الوصول الى وكره والقبض عليه بالجرم المشهود لأختام تقريبا مايو عادل خمسين من ختم او اكثر تقريبا هاي كلها يستخدمها الى بعض التزوير الاوراق والمستندات عندي هني بطاقات عندي رولات خالي خالي اللي يكون عندنا بزاعها لحي تحجزة الدخارة المقنية هاي وشوفون بحطة تشبه كلها استكارات اعتبر هذا رول كامل اعتبر ايضا هني عندي بعض الاتباطات اللي عليها الشعارات الدولة صيد تصوير المائي اللي يكون في الرول او هويات الاتباطات يسويها لأخوة المقيمين اللي بصورة غير مشروعة يعمل لهم اثباتات من لا يستحق وعندي بعض الكروس هاي كلها جاهزة يدخلها الى داخل اهنا في حي المكايل اللي موجودة للبنتات هاي كلها مكايل عنده يعمل لي اختام الختمه هو يصنع لا يروح لمطبعه ولا يروح مكان يصنع لي الاختام وهو هالمكينة هاي يضبطها بالجهاز الكمبيوتر يطلع لي نفس عملية الاختام عثرة عند المتهم العشرات من المستندات الرسمية من الجوازات وبطاقات البدون وشهادات الميلاد اضافة الى الاختام الرسمية وكمية كبيرة من المواد والادوات والاجهزة المستخدمة في عمليات التزوير جهود واضحة وملموسة من قبل رجال الامن لحفظ امن الوطن والمواطن من الادارة العامة للمباحث الجنائية يوسف صفر تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر